اشتركوا في القناة جديدة من برنامجكم الأسرة في القرآن سأل الله العظيم أن يعمر بيوتنا بالخير وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسهم وأن يجعل الصلاح ميراثا في ذرياتنا إلى يوم الدين لازمنا نتحدث عن الطلاق في القرآن وعلى آيات التي تناولت هذه القضية ونقف هذه المرة مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم باختصار الشريعة يسر الزواج وتعقد الطلاق تصعب الطلاق ونحن بكل أسف نعمل عكس هذا نصعب الزواج والطلاق عندنا أسهل من شربة الماء وكأننا نصادم هذه الشريعة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء قالوا علماء هذا خطاب من الباب العالي لأن الله خاطب أكرم من مشى على وجه الأرض خاطب رسول الأمة وقائد الأمة وعظيم الأمة ورحيم الأمة عليه الصلاة الله وسلامه يا أيها النبي إذا طلقتم إذا احتجتم إذا اضطررتم إذا كان لابد من الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لاستقبال عدتهن ويعني هذا معنى جميل ونحن قلنا الشريعة صعبة الطلاق لو أن رجلا أراد أن يطلق زوجته وجاء ليسألنا قال أريد أن أطلق زوجتي نحاوره نناقشه نحاول معه حتى أذكر مرة من المرات جاء رجل فقال يعني في المحكمة قال هل معك بطاقة هوية قلت نعم ولماذا قال أريد أن تشهد على ماذا قلت على طلاق قلت لن أشهد على طلاق أنا لا أشهد على طلاق ولماذا تطلق وبدأت مع حوار فرجع الرجل وترك الطلاق يعني مسألة الحوار مع الرجل الذي يريد أن يطلق والمرأة التي تريد أن تطلق من زوجها وتصر على ذلك من الأمور المهمة الإسلام قلنا لو جاءنا قال أريد أن أطلق نقول إذا كان مصر هل زوجتك حائض يقول نعم يقول لا تستطيع أن تطلقها حتى تطهر ثم تحيث ثم تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر إذا قال طيب هي طاهر لكني هل عاشرتها هل بينكم معاشر قل لا تستطيع أن تطلقها حتى تحيث ثم تطهر لأنه طهر مساه فيه وطبعا المعنى والمغزى العظيم في هذا أنها ستهيث أربع أيام خمسة أيام سبع أيام هذه فرصة ليغير رأيه فرصة لتغير رأيها كذلك بقية الشهر ستكمل ينتظر سيغير رأيه تغير رأيها الشريعة تريد هذا لا تريد أن تسهل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم ولاحظ واتقوا الله ربكم هذا مما ذكرنا به في بداية الحلقات لأن في الطلاق انتقام من الأبناء من الزوجات حرص على الأذية حرص على المبالغة في إلحاق الضرر بها وبأهله فاتقوا الله اتقوا الله أيها الأزواج اتقين الله أيها الزوجات اتقوا الله أهل الزوج وأهل الزوجة واتقوا الله ربكم ثم ماذا يا رب لا تخرجوهن من بيوتهن سبحان الله الرجل الذي بنى البيت صرف الأموال العرق التعب الشريعة تقول لا تخرجوهن من بيوتهن كأن البيت للمرأة لأنها صاحبة القرار فيه ولأنه المملكة لها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إذن هذا فيه هدم لما يفعله الجهلة طلقك ليش جالسة أنت لماذا أنت جالسة أنت ما عندي كرامة لا أنا عندي شريعة أنا عندي دين ألتزم به والعقلاء يشجعوا على هذا بعضهم جاءت الزوجة يقول لا لا تأتيني حتى تأتي معك الورقة لا أقبلك هكذا فرجعت فأصلح الله أمرها أنا أريد أن أقول لا بد أن نفهم هذه الشريعة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن ليس لها أن تخرج هذه في المطلقة فكيف بالزعلان والمخاصمة ولذلك الخير دائما في أن تكون المرأة في بيتها وإذا أرادت أن تخرج وتضايقت فليكن الزوج هو الذي يخرجها معززة مكرمة وننصح في هذه الحالة أن لا يظهر السر للناس كأنها جاء زيارة عندهم حتى يتيحوا لنفسهم فرصة ومقارنة وهذا البعد أيضا يولد الشوق ولد التجديد يطرد الملل في الحياة الزوجي ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فاحشة مبينة كأن تهدد بإحراق البيت بإحراق نفسها كأن تطيل لسانها جدا على أهله وتأتي بفاحشة القول يعني إلى غير ذلك من المصائب الكبير ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذه الحالة تقضي عدتها في أي مكان في عند أهلها في خارج خارج بيتها لكن الأصل أن تظل وهي المطلقة في داخل بيتها لا نخرجها ولا تخرج نفسها وإلا فهي مخالفة لآداب هذا القرآن وآداب هذا الشرع الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وهذا معنى جميل لأن الشريعة بعد ذلك تقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهذا معنى جميل فإن وجودها عنده في الصباح وفي المساء رعايتها لأولاده مهارتها إعدادها له للطعام ترحيبها به أن يرى جمالها يرى ما عندها ترى ما عنده تحن إليه يحن إليها يعني يعود ودون أن يدخل الشياطين الإنس والجن الخروج من البيت المشكلة فيه أن الناس تتدخل ونحن في زمان قل فيه من يدعو إلى الخير وقل فيه من يأمر بالخير أنت ليش جالسة ونحن لما كان اتركنا البيت الرجال ما عندهم أمان يعني كلمات تتردد في ألسنة نساء قطع الله ألسنة تتكلم بما يريده الشيطان أو رجال أيضا يا رجل أنت والله مما تزوجت هذه المرأة ما رأيت خيرا كذا يطلقها يا رجل نحن ما أصبحنا كذا إلا بعد أن طلغنا والواحد افتك من الحريب شياطين تتكلم ولكن لما تكون وهي مطلقة في بيت زوجها حتى تقضي عدتها لأنها لا تزال زوجها ثلاثة قروم ثلاثة أشهر يخرج يدخل تراجع نفسه يراجع نفسه يعيش معه يلعب مع عياله وكذا هذا كله مما يؤلف القلوب ويعيد الزوج إلى زوجته والآيات تكلمت معاني جميلة في هذا الوضع لعل الله يحجز بعد ذلك أمر في هذا الوضع يعني نمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف في هذا الوضع الشريعة دعوه إلى يعني لعل الله يحجز بعد ذلك أمر ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيها الزوجة ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيها الزوج ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى أيها الزوجة ومن يتق الله يجعل له فمن أمره يسر يا للزوج والزوجة ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسم أنا أدعو من يستمع إلى هذه الحلقة أن يقرأ سورة الطلاب ويقرأ تفسيرها ويرى الكم الكبير من الحديث عن التقوى والتذكير بالله وأمر الله والتوكل على الله بل التخويف من غضب الله كأي من قرية عتت عن أمر ربها كيف أن الله عذبها عذابا شديدا عذابا نكرا لأنها خرجت عن أمر الله كانها رسالة لكل ظالم ولكل ظالمة فإذا نحن ونحن نتكلم عن هذه الأحكام من خلال القرآن الأسرة من خلال القرآن لا بد أن نصطحب المعاني الإيمانية الحديث عن التقوى الحديث عن التوكل الحديث عن يوم الآخر الحديث عن الحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله بعد ذلك يحدث أمره فإذا بلغنا أجل هن ما كان ينتقي منهم جدد الطلاق مرثا فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إنها معاني جميلة لا بد أن يستحضرها ونحن يؤسفنا أن نقول إن معظم حالات الطلاق فيها من المخالفات فيها من المشاكسات ما نخسر معه الدنيا والآخرة ما نقع فيه في الظلم والعدوان لترجة أن بعض الناس تطلق زوجته يهرب من النفق يضيع عياله يظلمها يهضم حقها أو بعض الزوجات تؤذيه في أولاده فتحرمه من رؤية الصغير وتحاول أن تحرّض أبناءها عليه وهذا مما لا يرضي الله تبارك وتعالى والطلاق الناجح الذي تكلمنا عنه في رعاية لهذا رعاية لمستقبل عيال يشجع الزوج أبناءه على بر أمهم وهي تشجعهم على بر والدهم هذا في حالة الطلاق الشريعة في حالة الطلاق مؤتمر وإن أردتم أن تستردع أولادكم فلا جناح عليكم يعني إيردى فصالا عن تراض منهما وتشاور الشريعة تريد حتى عند الطلاق أن يحصل المشاورة يحصل الحوار يحصل التواصل بأجي وسيلة معقولة مقبولة يحصل التواصل من أجل أن نحدد مستقبل العيال راحة الأطفال لأنهم ثمرة لأنهم أول وأخطر وأكبر من يتضرر منها الفراغ فلذلك الشريعة تعالج هذا والقرآن يعالج هذه المعاني العظيمة وإذا فهمنا منهج القرآن فإن سنغير كثير من الصور الشائعة التي تحدث في مجتمعاتنا من طلاق يكون سبب لخراب البيوت وأبناء المطلقين والمطلقات هم الطبقات الهشة عرض المحذرات والنحراف إلا أن تدركهم عناية الرحيم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ولكم النية والذرية وإلى الملتقى في حلقات أخرى نجلي في هذه المعاني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة